اخوتي المغربية السلام عليكم اخوتي المغاربيين السلام عليكم ماي فينس هليو كوموسا كومسي 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 كومسا تبارك الله عليكم يا شعبه بغرير والتقرقير يا شعبه الحريق والتبرقيق يا شعبه التحنزيز والتبزنيز يا شعبه صدوم هاد صدوم هادي غادي نرجع له من البعد بالنسبة لهدوك قبل ما ندخل في الموضوع اللي جيت عليه اليوم بالنسبة لهدوك اللي كيكتبوا لي دائما كلامك كيقين وكيكتبوا لي راسك خاوي علش أخي كتجيل عندي للقانة علش كتجيل دحس على عباد الله ها أنا أخوتي شخصيا بنادم كلامك يقيني ما ما ندخلوش لقانت دير هادش اللي كي يعني هاد المعادلة عندي سهلة هادك الانسان ما يعذبني شي ما غاديش نتخل نشوف له فيديوز دياله هاد الانسان كان نتخل نشوف له فيديوز دياله إما كتعجبني الشخصية دياله إما كيعجبوني الآراء دياله إما أنا متفق معه ها ما جائ diagnose يعني ثلاثة ديال ثلاثة ديال الكانب Villانة إما هوا الشخصية دياله كتجبني كتعجبني كيعجبني جيف ذيك من prize بغض النظر على سنو كيقول او لا الافكر ديالو كيعجبوني او لا كنكون متافق معه مئة في المئة او لا تسعدو تسعين في المئة او لا تسعين في المئة او لا خمسة في المئة موهيم عندي شوية اتفاق معه اما بنادم كيقيني او لا كيطلعلي قلبي او لا كيعصبني ما ندخلوش القناة ديالوغوتي او عملو تتومة بحالي ما تبقوش يدخلو القناة ديالي وتسمعو فيديو ديالي وتبقو تسبو فيها كلامك يا قيي راسك خاوي او لا قلو لي مجرد حرب نفسية من طرف المخابرات حرب نفسية من طرف المخابرات انا كنقول لكم بالنسبة لعبد الحفيد واتق الخطوة يمشي ملكا لا تهموه تعليقاتكم طبعا كنتكلم على هدول كيشنوا عليها حرب نفسية لا تهموه تعليقاتكم ولا اراؤكم مبدأوه في الحياة يا قبل ميه الزكريح حربكم النفسية هاته لن توصل معه لنتيجة تبدلوا اسالبكم يغفر لي ولكم الله وفيما يخص هدوك الناس اللي كيقولوا لي راسك خاوي وسوقك خاوي انا رادي جا قلت لكم في فيديوهات سابقة انا الخطاب ديالي ما موجهش للنخبة ما موجهش لما يسمى التطبقة المتقفة انا الخطاب ديالي موجه العموم الناس انا الخطاب ديالي موجه ديك التطبقة البسيطة للتقفة ديالي بسيطة يالله كيف همو شويش في ابجدية السياسة وما يدورو وما يصنعو في دواليس وكواليس صنعو القرار في وطننا وبهذا المنطقة خاي او الاختي انا انصحك الى كالمستوى دياليك مرتفع ما تجيش القناة عبدالحافظ ما ينفعك فتاشي على وخا نحنو نتحفظ على قضية المستوى المرتفع يالنا المغرب عبر غرب اراكم عارفين بلا ما نكمل اختي هتشوفوا الحرقة في هدل ايامات والاسابيع الاخيرة السواء هتشي كيخلع اختي هتشي والله عادم لابد ان ندق نقص الخطر وبالبلاد غادي تخوى بزاف هتشي هذا ماذا تنتظرون ماذا تنتظرون ماذا تنتظرون في ادليب او حالاب او قاندهار او ميانمار او البصرة او غزة ماذا تنتظرون الشعب كامل يحرق وخارج ديك الوزير الصندالة الوزير المعوق جسوي كلير ماذا تنتظرون ماذا تنتظرون او ماذا تنتظرون ماذا تنتظرون الوزير المعوق لحالاب لا تنتظرون لا تنتظرون ويوضير لا تنتظرون الحساب 갈اه اني واضغني اهن بين التصيل لأن أせيك اليوم لذلك جاء في الايد 18-20 أصبح خيسب المغرب اسمه السلوازير اسمه المغرب اسمه المسؤولين و لو زرعوا القنابل الدريا و لو زرعوا القنابل الدريا في أعماق البحر الأبيض المتوسط زحف الجياع لن يتوقف بعض الخطرات العبقرية ديالي كتمشي بعيد فهمت كيفت كنقول يمكن تكون هذه القضية ديال الحريق اللي وقعها هذه الأيامات عند علاقة باستعدادات الجيش السوري وأصدقائه للانقضاد على إدلب والقضاء على المجموعات الإرهابية هناك بعض الخطرات العبقرية ديالي كتمشي بعيد أنا أقول لكم علش يعني سيكون بحل وحد النوع ديال التهديد والتحديد لدول الاتحاد الأوروبي فهمت كيفت يقول لهم شوفوا المغرب ما فيه إدلب ما فيه حالب ما فيه دير الزور وشو بندم كيفاش هاجم عليكم شو بندم كيفاش متكر عليكم يوردوا بالكم عندك تخليوا الجيش السوري وروسيا وإيران وحزب الله ومحور المقاومة يحروا إدلب رأي إذا تحرت إدلب يمكن يكون شي هجوم كاسح ديك أربعات المليون سوري غدي يهجموا في دقة واحدة في دقة واحدة يعني في رحظة واحدة وطبعا هديك تلقى وجهات نظر ما الشي سيقورو ولكن اللي سيقورو أخوتي هو أن المغرب أخوتنا ديلك نشوفهم كيف حرقوا في القوادز أسو في القوادز حرقين أخوتي دا بعد فهمت علش ديك هيبة بريس واللي حيث بريس والزعتر بريس وديك بريسة المخزن كانوا هدي واحد أربع سنين تلت سنين كيقولوا الشعب المغربي شي واحد اسموا على القادوس شوفوا كيف يدخل في القادوس كيف يخرج من القادوس هما كانوا كيقولون لهم زعمة تدربوا على القادوس بس حرقوا فيه حنا ما دينا ما زيبنا حيث الدولة دينا عندها مخططات خماسية فهمت كالدربعين حتي حد السوفياتي سابقا المغربة كيحرقوا في القادوس مساكن الزبنيول الزبنيول كيوصلوا حتى التشالي ديالطانزا والقصار ها وآزيلة وكيوزوا المغربة حلي كيختطفوهم وكيديهم في سبيل الله كيعملوا فيهم الآجر كيديروا فيهم الآجر هاكك بسليبت وبالشرطة وكيوزوهم وكيوصلوهم الطريفة والخزيرات فينوصلتو فينوصلتو انتم ما بقي ما حسيتوش برسكم فينوصلتو ومازال ما حسيتوش بالقالب طبعا انتم ختيق ريتو في العنوان نصيحة متواضعة لمحمد السادس انا اريد انقدم هذا النصيحة المتواضعة لمحمد السادس نعم من باب الدين النصيحة وعملا بمقولة لا خير فيكم اذا لم تقولوها ولا خير فينا اذا لم نسمعها بكل ادب واحترام وجرأة طبعا لاني لا اؤمن بفلسفة العبيد انصح المالك محمد السادس ولن اقول صاحب الجلالة لان صاحب الجلالة هو الله تعالى دو الجلال والاكرام كما جاء في القرآن الكريم ولن اقول امير المؤمنين لان امير المؤمنين هو لقب اختص به الله سبحانه وتعالى علي بن ابي طالب لوحده وفقهاء المغرب كلهم يعرفون ذلك ولكنهم لا يستطيعون ان يقولوا ذلك لمحمد السادس ولان امير المؤمنين الحقيقي قص يكون زاهد في الدنيا ومعرض عنها ما عندوش عشرين قصر وقصور في الخارج والمليارات في الابناك والعام كامل هو مثالي في التشاليس دلعالم كيدراب سراطس وكيدمتع مع رسو امير المؤمنين قص يكون جائع قص يكون اخر من يشبع قص يكون اخر من يأكل قص يكون اخر من يتفركس ولا يفعل هذا كله اذا لم تفعله الرعية ومغادش نقول سيدي قل سيدنا لانني كما اسلفت لا اؤمن بفلسفة العبيد ولانني انسان حر ولست عبد والعبد هو الذي لديه سيده واذا كان من ضرورة لوجود السيد فسيدي هو حبيب الله محمد رسول الله ونصيحتي هي كالتالي يا محمد السادس افتح اليوتيوب وشوف واحد الفيديو اسمه استطلاع الرأي حول شعبية محمد السادس والنظام الحاكم هذا استطلاع الرأي قام به الاخ الفاضل صاحب قناة سبيطار ماروك انا كان صاحب انا كان صاحب المالك محمد السادس يشوف هذا الاستطلاع هذا ويشوف النتائج دياله ويشوف التعليقات ديال المواطنين المغاربة وطبعا هذا استطلاع الرأي حقيقي شفاف ديمقراطي بكل المعايير ماشي بحال ديك استطلاعة الرأي اللي كتكون في المغرب ولا اللي كانت في المغرب بحال ديك الاستفتاءات على الدستور او لا الاستفتاءات اللي كانت في العهد ديال الحسن الثاني كنك يقول للكلب دياله ادريس البصري ما تقولوا لي شي اذكروا امواتكم بخير هذا كران ماشي امواتكم هذا اموات والطواغيت هذا المهم كنك يقول للكلب دياله ادريس البصري بغي نسبة مئة في المئة بنعم سنو غادي نطلل المكوجهك بالخرى بي 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 حشاكم رجعوا لجوغل وغادي تجبروا المقالات اللي كتتكلم على هات الظاهرة هذي يعني تزوير النتائج بالعلالي النتائج ديال الاستفتاء في المغرب والنتائج ديال الانتخابات في المغرب كتكون موجودة قبل ما يمشيوا الناس يستفتيوا ولا ينتخبوا تابتوني حس الصوت ديالكم ما معتارفين شي به اصلا وفي هذا الفيديو هذا عجبوني بزاف ديالتعاليق بزاف بزاف إلما بلغتي يمكن كاملي من حق وحد التعليق قدعي لي جبل التمع كان اعتبر بأنه تعليق صدر من مغربي على دراية تامة بما يحدد وبما يجب أن يحدد وكانت مننا من الأخ والصديق العزيز سبيدار ماروك ما يشكرني شي على هذي الالتفاتة لأنني كان آمن بحقق ديال أن الجنيرالات في ساحة الوغة أن الجنيرالات في ساحة الحرب ما عندهم شي الوقت ما يجملوا بعضيتهم لأن السيوفة فوق رؤوسنا وما عندنا شي الوقت ديال المجاملة ونذكروا الأسماء وكذا وكذا هذي القصة اللي بغيس نقول بغيس نترى الانتباه لواحد القضية وهي الجاوب الجاوب بدك ما يسمى المقرأ أبو زيد الإدريسي هذاك رأس القنبولة هذاك اللي حسب رأسه الغزالي عرفته هيك اللي عنده الرأس عمل هيدا وفي هيدا وفي هيدا شي تسعده تسعين سنة هو في بارلامان عرفته هيك ينتمي إلى حزب التمساح ها مشا رد على رد على أبو نواس المغرب أبو نواس المغرب ديك عيوش ها فرود فرود ديال المغرب من اللي رد عليه فات قادية ديال الداريجة وكذا بدك يقول له لا تدكتف كاليفيكاتيف احنا عندنا المبارع والمستقبل احنا كنقوله تسعة تون و تسعنا الجمع الفرنسي إلا دي كترونسان سنكسان من ديسنة زعماء اختصار الإشكال في القادية ديال قواعد اللغة وعلم اللسانيات والنحو زعماء ما عرفش بأن أبو نواس المغرب عيوش كيتكلم بإسم الماسونية في المغرب وكيتكلم بإسم الصهيونية في المغرب الذي هو أدهى وأمر هذا عيوش هذا هذا فرود المغرب هذا أبا نواس المغرب هذا حرية الجاسات المرأة يمسي مع المرأة والراجل يمسي مع الرجال مخصص ينهضروا معه هذا السخط هذا السخط الأسود هذاك أختي يتكلموا باسم محمد السادس كذلكم تعرفوا هذه القضية وأنا شخصيا كان أعتقد في قراراتي نفسي أن الشعب المغربي كي يعرفوا كيتكلم بلسان محمد السادس ولكن الشعب ضرب الطم لأنه شعب منافق جبان جبان كلبان نهبوا وصرقوا خيرات الشعب والآن هم بصدد نهب جذورك ودينك وهويتك ولغتك وفي البداية قلت لكم يا قوم سودوم وقلت لكم سيرجع لسودوم سودوم هي واحد المنطقة التي توجد في البحر الميت بين فلسطين التاريخية والأردن هذو كل الناس اللي كانوا تم هم اللي قلهم لوت نبي الله لوت عليه السلام أتأتون الذكران من العالمين وتضارون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون ومن تم الجذور ديلكم جات أيها المغاربة وهذه الحقيقة ديلكم أنتم جئتم من سودوم نعم عليها قبلين هات السودومية اللي وقع لكم في بلدكم وشكتين وكان من بكم عنين رسكون حالي ما كتشفوه ورا فهمين اشني كنقول كتفهموها في السماتوما كتفهموها الطيرة نعم الشعب الأينشتايني في المشمش طبعا والقضية اللي بغيت نختم بها قل لك سيدي المغربو يحتزو على هولندا لتدخلها في قضية حراك الريف والسعودية احتزو على كندا لتدخلها في قضية ضرب رقاب المظلومين هذ حكام العرب ما بغيين لا رقيب ولا حسيب خصهم يعملوا ما بغوا في الشعوب ديالهم وكأن تلك الشعوب ملك لهم وذيك شي اللي كنا كان قولوه شعال هدي بأن السعودية دخلت مرحلة الانحطاط ودخلت مرحلة التفتت ودخلت مرحلة صراع صراع الأمراء فيما بينهم الذي سيفضي حتما إلى سقوط الدولة السعودية وسقوط الأسرة الحاكمة في الحجاز أهل سالون هذك شي اللي كنا كان قولوه شعال هذي وكان بنادم كي يبقى عامل فينا كي يجيب له الله بحل إحنا نزلنا مشي كوكب آخر ولكن حلموه دبحت قنوات الصرف الصحي ومواقع الدولة العامقة حتى هي بدتك تقولو للشعب كل شي بدك يخرج للعلن رويدا رويدا سترون كل شي هذك اللي مكلخ وهذك اللي مكلخ وهذاك اللي عامل الرأسه مكلخ وهذك اللي عامنه رأسه مكلخ حتى هذوك غادي تكون عليهم الحجة كل شي غادي خرج للعلن وغادي يشوفو كل شي بعينهم ويسمعو كل شي بودنهم هال خوانا هالصالحين هالمناضرين هالطвор هالخوانا هواضد الحرام وهكذا دواليك كل شيء ستشوفه لكن هل ستتعلقهم لأذنين لا ستكون عندكم حجة سيكون وصل لكم كل شيء وشفتم كل شيء فاختر لنفسك أين تتموقع الحرية لناصر وزلول ورفاقهما الحرية لكل المختطفين ولكل الأسرع ولكل المظلومين في سجون الطغاة في المغرب الحرية لهم جميعا بدون استثناء وعاش الشعب وعاش الشعب وتعلموا تقولوا عاش الشعب بس تعوط القضية ذي لكم وتصبحون على وطن والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته